الاختناقات المرورية مشكلة تتفاقم يومياً في ظل غياب الحلول الجذرية مشاريع عدة تم تنفيذها ومشاريع أخرى لا تزال معلقة من شأنها القضاء ولو جزئياً على مشكلة الازدحام المروري الآن في العاصمة مثل ما لاحظنا نحن مستبشرين بأن الزحم المرورية مفروض تخفى المستقبل لأن هناك تطوير للدائرة الأول لو تلاحظون كذا يعني موقع في العاصمة هناك تطوير وتحديث للطرق وجود مواقف سيارات كافية ومتعدة الأدوار أيضاً لا بد أن تنفذ من الآن لا ننتظر بعد سنوات وبعدين نفكر بأن نبنيها فإحنا ندفع بالاتجاه بأن وزارة أشغال تطور الطرق شبكة الطرق الموجودة بالإضافة للجهات الثانية التي تبني مواقف السيارات الكافية وبالإضافة اللي صمم المباركية خينقول ومناطق الجديدة مع المخطط هيكلي لا بد أن يأخذون بالاعتبار التطور أو زيادة عدد السيارات وعدد سكان في المستقبل هذا ما أخوذ في المخطط هيكلي بس مشكلتنا في بطء التنفيذ لهذه المشاريع اللي يتسبب في تراكم هذه المشاكل مع الوقت رئيس جمعية السلامة المرورية بدوره يرى أن أسباب الإزدحام المروري لم تخف وتتعلق بكثرة السيارات تعدينا حاجز لمليونين سيارات أطوال الطرق في دولة الكويت هي 7100 كيلو فعندنا مليونين سيارة دائماً والسيارة استخدامها فردي فبالتالي ودائماً هو الموجود المناطق التي تستعليه عادة من الدار السادس إلى مركز المدينة ذهاباً وإياباً فهذا العدد الكبير الموجود من السيارات هو راح يأثر طبعاً حركة المتر وهو من ضمن الحلول يعني المفروض كان ينفذ المتر من 2012 ولكن أين المدارس من قضية الإزدحام المروري؟ وهل البعصات من شأنية تخفيف من حدة الإزدحام؟ تعاني كل الشوارع عندنا داخل مناطق السكنية أو حتى في الخطوط السريعة من قضية الإزدحام وطرح مقترح في السابق لتغيير مواعيد الدوام بالنسبة للمدارس أو حتى للوزارات الدولة من أجل أن يتمكن ولي الأمر من إيصال أبناء للمدرسة في وقت محدد وكذلك في خروجهم كل هذه كانت مقترحات وأفكار موجودة حتى طرح منها مقترح نيابي بتغيير الدوام لكن كل هذا واجه معارضة من أولياء الأمور وأيضا من وزارة تربية فيما يخص تغيير الدوام بسبب ارتباط الأمر في قضية بداية ونهاية دوام أبناء الطلبة داخل مدارس اليوم هذه الاختناقات المرورية موجودة وحاصلة بالتأكيد أن استخدام باصات وزارة تربية سيخفف الازدحامات المرورية لكن هذا يترك كله لولي الأمر في تقديره في رغبته في إيصال أبناء عن طريق هذا الباص أو عدم إيصالة واستخدام سيارة النقل الخاصة وتبقى الأزمة قائمة لحين إصدار قرارات من شأن الحد من الأزمة المرورية ابتسام رمال الراي